من الموسى المركز الديانة المسيحية في العراق وفوق اطلال كنيسة الساعة التاريخية حوش البيعة التي دمرها تنظيم داعش والذي سيطر على المدينة ترأس الحبر الاعظم صلاة على ارواح الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيم الذي دمر المدينة وتاريخها كالكنائس التي تعود للقرون الاولى لظهور المسيحية وذلك في ختم جولة تاريخية الى العراق استمرت اربعة ايام اختتمها في اقليم كردستان العراق الحبر الاعظم الذي زار عددا من الكنائس والكتدرائيات في المدينة المنكوبة عبر عن اسفه للتناقص المأساوي لاعداد مسيحي الشرق الاوسط مشددا على انه ضرر جسيم لا يمكن تقديره داعيا مسيحي العراق في المهجر الى العودة والى اعادة بناء هذه المدينة الجريحة وتحمل زيارة البابا فرانسيس الى كردستان العراق بشكل عام والموصل بشكل خاص اهمية بالغة فهي بحسب المحللين ستساهم برفع معنويات مسيحي العراق بعد سنوات من المصاعب والمشاكل والحروب وستشدد على ضرورة منع من يستغل الدين كغطاء للارهاب لان الارهاب والعنف لا يأتيان من الدين كما يعتبر المحللون هذه الزيارة تجسيدا عمليا لوثيقة الاخوة الانسانية التي وقعها البابا فرانسيس مع شيخ الازهر احمد الطيب برعاية ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد الهنيان في الامارات العربية المتحدة خلال زيارته الاخيرة في عام 2019 الزيارة البابوية التاريخية لبلاد الرافدين تؤكد ان البابا كان يريد ان يثبت تماسك جهة الاعتدال والوسطية وانها الارضية الصلبة لتكريس التعاون والتكامل بين مختلف الديانات بين العالم من اجل اقصاء التعصب والارهاب واحلال السلام والتعايش اشتركوا في القناة